موسيقى 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 من هنا لحديث بداياتنا نحمل الياباني.. سلام عليكم وجعنا لكم في حلقة جديدة عن.. لعبة اصطورية جامب فورش طبعا.. اللعبة هذه جاي.. شميني أنا؟ خلونا نبدأ نبدأ أول شي التعاون الثالث مع شركة بانداينامكو مع قناة صوت الأوتاكو نحن نسمونا قناة صوت الأوتاكو في الشرق الأوسط عشان نتكلم عن اللعبة هذي اللعبة هذي تأتي في إطار مهم وخطير وجبار جدا مهم يعني له همزية قوية في عالم العلمي له همزية قوية عندنا إحنا أي شوق نقلكم عليها ولها شي جبار بتسويه في عالم القيم فماجد شن هو علاقة جامب فورس بعالم الأنيمي والأوتاكو هذي اللعبات تم إطلاقها محتفاليا بمرور خمسين سنة على مجلة شونن جامب وهي المجلة الإبداعية اللي أبهرت لنا المجلة الإبداعية اللي كانت تنشر الماينغا الخاصة بالأنيميات المشهورة مجلة شونن وان بيس ناروتو بليتش جوتو بازار هانتركس هانتر أسماء لا تنتهي ديث نوت كينشيرو ساتونكن الأميات الجبارة هذي من قبلها دكتور سلمب أيضا يوكيو الأميات الجبارة هذي اللي اكتسحت الدنيا كانت أصولها المانغا اللي كانت تنشرها مجلة شونن جامب باحتفالية خمسين سنة قارات شركة بانداينامكو نزل لعبة فعلا تعبع على الاحتفالية من قبل كان في لعبة مشابهة اسمها جي ستار نفس الشي لا علاقة بالجامب لنجوم شوننجامب ايه تقريبا جامبستاز وكان يستخدم فيه أكثر من أربعين شخصية خمسين شخصية أحيانا أكثر من مئات انيمي وكان نمطها حروة كان فيه شوية مؤثرة 2D على 3D راسم كويس تحريك كويس جوكو يتقاتل في قرية كونوها بليتش اتشيغو قاسدي عند سفن وان بيس دكتور اسلام بيدخل منه ومنه طبعا دكتور اسلام اللي هلنسميها انا وانا مُغامات وانا 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 ودندان وابس بس بس وتامر وانا 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 بيع حق دواجونبول ايه اكريام السنسي فالحين تغير الموضوع تغير في كلمتان ماجد شلي قاعد يقول المعلق في بلد تايلر؟ بكل بساطة في عوالم قتال أسطورية وأشرار وأبطال قاعدة تصير في العالم الخارجي دخلت إلى عالمنا الحقيقي ومتال قتال في عالمنا الحقيقي؟ شخصيات خيالية ما بين سوبر فيلن و سوبر هيو كان لهم احتدماتهم الخاصة وجدوا عندنا اكتسحة واتخلوا عالمنا بس يا أخي ما دي شونا حسى شي مألوف من جدك؟ حسى يعني هالفكو ماما ما فهمتها؟ ماما علي هالفكو يا رجل عرام عليك! هذه بوابت الانيدي! اوه ياس بوابت الانيبي دون بنزلينها بس سعال هذه بوابتنا احنا شفتوا؟ شفتوا احنا نحب بذول أفكار من قبل كم سنة من أيام ما كنتان وماجد في الملقة يقول لك لو فتحت بوابت الانيبي دخل فيلن ودخل كذا شو بتسوي؟ لو انت دخلت على الانيبي وعالم الانيبي دخل عليك شو بتسوي؟ هجأ؟ جام فورس جاءوا وسووا لك الخيال هذا حقيقة لعبة العب يلا يلا وانا ما راجلك العب اللعبة موجودة ليش؟ لان الاطالة اللاعبوا فيها سابقا كانت قرية كونوها ولا سفينة لوفي هنا لا تحس كذا في مدينة نيورك على الشاطة في اماكن حقيقية من عالمنا الحقيقي دخلوا فيها الفيلنز والأحلى يا محمد ديكوراتهم والسوبر هيرو والأحلى من ذلك وزيد على ذلك يا محمد ان الكل يقول لا لا تدخل هذا في هذا هذا ما يدخل في عالم هذا لا حين دخلوا قصر لا لا دخلوا في عالم فتريلر جايبين لك كأن فريزا جايح تل المقار فجأة من المفضل يوقف له زي جايبين لك لوفي زي سبايدر مان كذا الجايبين لك نارتهم وفوق المفالي كذب جايبين لك كأنه باتمان شوي جوكو ثالثة موجودة في فريزا شو طلع لهم من بلاك بيت فهذا اللي راح تسوي فرق ضد فرق الحلو انك الحين الحيز اللي يمك يتأثر تضرب ضربة قوية تطير السيارة تتكسر العمارة هذا شي جميل جبار الشي الحلو اللي يغيروه سابقا ألعاب الجامب فرس يا ماجد هذي كان يلعبون هالأتاك وانهم يعيشون متعة لو قابل فلان 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 لو قابل فلان فلان شو بيصير لكن هنا أي جيمر ما لا علاقة بالإنمية حيستمتع تطور فرسم جنون يا ماجد بالضبط بالضبط وأتوقع اللعبة راح تكتسح سوق الألعاب بشكل قوي وهذه دعاية قوية للإنميات والي عالم شو ننجم بالمانجا فصراحة برافو عليهم خطوة يعني بمناسبة خمسين سنة كبارة جدا يكفيكم أن في اللعبة في أكثر من أبعين شخصية من عالم الإنمي لكن مشكلة لها بائسية هذي لازم باجئة نشوح لكم الحين قد تلعب بشخصيات على أنها دور رئيسي وهي البطل وتتقاتل بها أو الفلان أي أن كان ولكن يكون عندك شخصيات ثانوية تدعمك مو فعلا تقاتل بها يعني مو كل الشخصيات اللي موجودة في اللعبة ما أدع النظام الفايت كيف بيصير لأن اللعب إلا لا ما بعتطلق ولكن نمط التوصيل راح تكون ما تتوصل بأبطال المعاينين أنه البقية كلهم دعمين لك يعني تقريبا وحتى من الفايت ممكن أن نكون زي اللي صار في لعبة ناروتو ونينجا ستوم ومثل ما صار في وين بيس أنه شخصيات معينة ما تقدر تلعب فيها لكن تستدعيها تصد عنك زي لعبة بوكوهير الأخيرة في شخصيات معينة تستدعيها بس تصد عنك الضربات وشخصيات تستدعيها عشان تساعدك وتتوي لك ثقنية مزدوجة ففي شخصيات كذلك لكن تعالش من الشخصيات اللي موجودة يعني عندنا من أنيمي ناروتو فيه شخصيات يعني لا تعد ولا تحصى يعني غير ناروتو وصاسكي وكاكاشي عندنا كاكويا أيضا موجودة عندك في أنيمي وان بيس لوفي زور سانجي بلاك بيرد وغيرهم من دراجون بول قوكو فيجيتا فيجيتا واعتقد حتى بيكلوا معاهم وعندنا من يو جي او هيو جي تمضمه من هنتا وكس هنتا وغون كيلوى كوبيكا يوريو يوريو كاكوها اسمه يوريو كاكوها اسمه يوريو كاكوها لا أعرف نطقه يوريو كاكوها لما نروح عقب داع توغاشي ما ننسو القديم برضه بالضبط ايه قديمك نديمك ولو الجديد أغناك انامي يويو حاكشو جابه مننا الشخصياتين سبيرت غون يوسكي والتغ what caught 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 5 الشخصيتين لواحد منهم يشبه غون والثانية يشبه كيلوى وعندن العين فيه 3 على قطب كب recently اههههههه فحيدا كلهم موجودين واعلي سبب طلع توانومي جوجوبازار بميا netsytes出قم جوتاوا وديو بالستاند حقه موجودن ايةه والست Tangoo Konioni Joyappa وجبهم من سامواي اكس يعنو 어려운서 بنياح الرفزن 以及 ناج ble Chus Tako لكن لا تفعل Sylvia exactement لا ترأب أن أودا مضتبث في هونيني كينشين أن أودا كان رسالة من المساعد Bubi شاو Share with sharing هي تطور المحرك الخاصة مع وجود المحرك عن لل … أطبع New York وأتوقع أنه س CAKT sera utter في هذه اللعبة مطور بإمكانQué لأن يضبعه على الرسوم أيضا !! La terkese also وبإمكانهم في المحرك الحارس تتكسر والسيارات تتكسر وتتقاتل في هذه رح تكون حماسية بتزيد عامل الإثارة والحماس في اللعبة انا متحمس لها صراحة لي جواب نعم اكبر دعم وها اول دعم انكم تترجوه اليوم برسالة الى حساب باندينامكو على انستغرام تشوفونا قدامكم تشكر انهم لازالوا يتعاونون مع اي اي شو وفي هذه المناسبة القريبة انا حكول سلسلة اللي اسمها اوتاكو جيمر عن العاب الانيمي او العاب خاصة احنا نحبها من باندينام كلها علاقة فيني احنا نتكلم عن داقون بول فايترز قريبا انا وماجد وحنا نتكلم ايضا عن لعبة بوكنوهير وحنا نتكلم ايضا عن لعبة اللي هي ورد سيكا حقة ون بيس لما تنزل استنوها لما تنزل قريبا اتمنى ان الفيديو هذا اعجبكم وستمروا بيدعم باندينام كلها تدعم يعيشوه وانتظروا في البت القادم اعلان جاف يوم الجماع اعلاني مو بواحد باندي دو دو على العموم في النهاية ملحقة اتناها تعالى عجابكم في الختام قولوا معاي سبحانك الله ومحمدك اشهد والله الهلان استغفركم واتوب اليك انت سوى اشترك في القناة والضغطة ازرنا عجاب واشير نشوفكم معا اخير اشترك في القناة